المتخب البرازيلي ولو مؤقتاً برهانة كبرى إعادة الفريق البرازيلي لمكانته العالمية وضخدمة جديدة على مستوى التركيب المشاريع كذلك منحة ثقة لعدد من اللاعبين الشباب خصوصاً الذين توجهوا مع رامون بكأس كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت بكولومبيا نتابع هذا الصورة نتابع هذا الحضور القياسي يمكن أن نقول أنه كل جنبات الملعب الكبير بطنجة مملوءة عن آخر هناك كذلك حضور جماعير البرازيلي الحاضرة كذلك لمتابعة هذه المواجهة وبالتالي سننتظر مباراة كبيرة مباراة قوية بين المتخبين صراحة الأجواء يمكن أنه هي مباراة أجواء أرضات الدكرة لدينا مرة أخرى ما عشناه بقطر ونهائية كأس العالم وبالتالي سننتظر حباس كبير على مستوى أرضية الملعب وسننتظر مباراة كبيرة مباراة كذلك تجي في طرفية جيدة حيث تأكد رسمياً تعهل المنتخب الوطن المغربي إلى نعيات كأس أمم إفريقيا 2023 مقررة بكود ديوار كأول المتعهلين لهذا الحدث القاري وجعل ذلك بعد تعدل منتخب جنوب إفريقيا مع نظيره الليبيري بهدفين مثلما أمس الجمعة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشر وكان المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره من جنوب إفريقيا بهدف الهدف حيث وكذلك أمام المنتخب الليبيري بهدفين للجيء في الجولتين السابقتين وبتاري تاري وتسود الأطلس والمنتخب المغربي يتصدر ترتيباً مجموعة برسم ست نقاط بفارق خمس نقاط على جنوب إفريقيا والليبيريا التي سترتقيين تولتاء المقبل بالمغرب بعدما اختارت ليبيريا الاستخبال بالمغرب لعدم اعتماد ملعبها لمعايير الفيفا إذن أمامنا اللاعبين دي الربونتا سيداتي سالاتي نقل بمشيد الوطني البرازيلي من أمس ميشون لباسيونان دوليزي موسيقى إذن سمعنا لأنشيد الوطني البرازيلي وسنسمع لأنشيد الوطني المغربي موسيقى 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 قلنا نضيرها بسرعة سنقدم تشكيلها دين المنتخبين المنتخب الوطن المغربي يدخل المجموعة الثانية ياسيد بونو في حراسة المربع باقي لاعبين نغصير مزراوي نيف أقرد العميد غانم سيس أشرف حاكمي عزدين أولحي توجد صوفيان أمرابط بيلال الخنوس دين المنتخب المرغزيلي إذن سنتظر مواجهة قوية مواجهة كبيرة بين المنتخبين بالمتخبين يكون تنفس قوي على مستوى وسط الميدان لما نقول بولي نقول أسطورة كرة القدم العالمية نائم الذي قدم شيء كثير للمنتخب المرازيلي جمه الأميائي فوز أمد بوريا الجنوبية برمعة صفر عشرف حاكمي ولكن خطأ بالفعل كان في الأنجيها اليونان واسطة لعب أميرسون حاكم كبناء خطأ كانت العودة دي لك الكرة لي يوصف عن سيري ولكن خطأ بالفعل ولكن خطأ تحركات ميزان سلو تابعة الكرة التابعة أشرف حاكمي وحاكم زياج حاكم زياج كيرفع الكرة فرصة 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 وخروج عارس خروج ويفيرتون بيري رادا سيلفا هو اللي بعد الكرة وابعد الفوتوريك فرصة لفعدة المنتخب الفينيسيس الجينيوركي مرر في الجيالوسرا عند لوكاس بولينتينو خطيرة فرصة خطيرة لفيدة المنتخب المرازيني كورانشت فوق المرمى أبرز محاولة لفيدة المنتخب المرازيني سنتابع هذه المحاولة تبرير كان هناك كان هناك وضعية عزدين ألاحي حاكم زياج تبرير ممتازة فرصة لفيدة المنتخب المغربي يوصف سيري فرصة 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 مرات جانبا فرصة الهدف مرات جانبا بوسطة نوسير مزراوي ولك الوراء الفورة الأخيرة تبريرة ممتازة لنوسير مزراوي اخداء الكورة بأصدر كما سنتابع لاحظوا تبرير والقراءة ممتازة لمساحة الملعب نوسير مزراوي اخداء الكورة بأصدر يوصن تذكورة ما مشادش بعيد من القائم ريسر لمرمى الحالي الكبيرة كذلك زيوجي عمسور عضلاء خطيرة 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 والاقتدامي بعد الكورة ياسين بونو ياسين بونو ياسين بونو يسين بونو يسين بونو يقول أنه كفر على الخطأ اللي قابل وكانت تمريلا خاطئة في الحكيم زياش وحاولت مراوغة كان هناك تدخل بالفعل هناك خطأ لأنه التدخل للأليكس نيكوراو كان تدخل واضح صعود غانب السيس توجه نيف أقارد البحث على طلبات الله عصير للمنتخب الوطني البغربي كرة طويلة عشرق حاكمي خروج ياسير بولو خروج خطئ خروج خطئ والهدف خروج خطئ والهدف الأول في dessa المنتخب البرازيل لو قل هناك وضعيات تسلول إذن هناك وضعيات تسلول وزاügen أيضا هناك وضعيات تسلول هناك خطأ ملتخب الوطني البغربي يوم تل إلغاء هدف دلو يسي البونو اللي تعتبر واحد من أفضل حراس على المستوى العالم جابت محاولة حاكم زياج زياج هناك خطأ كان هناك تدخل محاولة بلال الخنوس ولكن استرجاع القرى بطرف اللاعبي دي المنتخل البرازيلي جابت المحاولة و بوفال فرصة 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 و بوفال هدف هدف أول في دكس المنتخب الوطني المغربي بوسطة سوفيان بوفال يضع كرة في الشباك والهي سرية على المستوى المدرجات فرحة كبيرة للجماهير المغربية بها هدف سوفيان بوفال في شباك الحارس ويفيرتون نسب ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من عجل الوصول للمربا بعد محاولة اللي تلعبت في شكل ممتاز تتابعوا من جديد هذا الفرصة حاكيم زياش خطاك ورمشكل ممتاز انطلاقة كان تمريرا كان خطاع المستوى تمرير بلا الخبنوس ثم سير شكل تدخل ونزل هذا الشكل وهذا كيفين نرفز الان عند اللاعبين المتحدازين تبينوا انه ما نسوش معهم تبينوا انه ما نسوش معهم لانه التدخل كان واضح وقتين الحكام سيكون عن كل القرار تمرير 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 فرصة 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 حاكيم زياش فرصة الهدف حاكيم زياش كان بإمكانه يوضع الكرة في الشباك تلعبات بطريقة ممتازة لاحظة فرصة 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 أخرى لفيدات المنتخب الوطني المغربي عزدين اناحي يسدد في الوقت المطالبة هناك لبس على الكرة هو بالتالي نتابعه من جديد عزدين اناحي اخذ الكرة كان هناك تغطية طرف اللاعب عليكس وفينيسيوس الجينيور كانت خطير هدأ تسديدة فوق البرماء يسدد مباشرة يسدد مباشرة لفيدات المنتخب الوطني المغربي في الوقت كانت تدخل دا سوفيان عمره مطل حكم كيعلنا خطاع لفيدات المنتخب الوطني المغربي هدف سوفيان بوفل اللي كانت تقدم العناصر الوطنية في اقتدار جولة ثانية ان شاء الله تكون فيها أهداف هو أرحب بكل مشاهدي الكرام مرة أخرى هنا بالملعب الكبير بالطنجة لمتابعة شوضع ثاني فهذا الأمسية الرمضانية اللي كان جمع بينه المنتخب الوطني المغربي وسودا الأطلس ومنتخب البرازيلي جوي اولين تهت بتقدم المنتخب الوطني المغربي بهدف ليلا شيء هدف سوفيان بوفل generving story ولمرر تسديدة قوية لحاكم زياش ولكن الكرة كانت شي بعيدة شيئاً باش تكون مجازفة والمخاطرة أمام لعبين كبار لكن هذا أهو تدخل ممتاز ياسين بونو أردت فعل ياسين بونو مع تسديدة قوية لرودريغو في الوقت في الوقت ليحيى عطيطلة يساعد لدخول وخروج عشرف حاكمي وعشرف حاكمي كباباً عنده قصبة وواصف سوفي الأمرابط لاحظه تجد اللاعبين هناك خطأ هناك خطأ واضح خطأ واضح في الوقت نتابعون المحاولة نشكلة فرصة 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 عزدين أناحي وتدخل حارس ويفرسون محاولة خطيرة تدخل الدفاع دائماً فرصة تدخل وإن حدفها ممتاز غانم سيس يتدخل ويبعد الكرة للزاوية كان فرصة بواسطة لاعب روني ولسدد الكرة الأخيرة تدخل ممتاز من طرف العبيد غانم سيس من تابع المحاولة أولى محاولات تدخل ويبعد رائع في الوقت ليحيى قبل مساعد في العبيد غانم سيس يتدخل ويبعد الكرة في الوقت ليبشات الكرة لدو سانتوس ليدخل بوندو قليل كانت المطالبة بخطأ بلبسة يد في الوقت يسترجع كرة أمام يوسف عنصيري خطيرة وهدف هدف تعادل لفعيدة المنتخب المرازيني هدف بواسطة العبيد كاسي ميرو ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصر الكرة ولكن الكرة كانت جاوز ياسين بونوة وعلي قشيباك هدف أول لفعيدة المنتخب المرازيلي فرحة دير زماهير كذلك المرازيني الحاضرة وفرحة كبيرة للاعب المنتخب المرازيلي العودة في نتيجة هذا المبارأ سنتابع مرة أخرى كان خطأ المساوى التبرير استرجع الكرة بطرف لوكاس كانت تبعو المحاولة اللي من خلالها فريق المرازيلي يتمكن بتشجيل الهدف بواسطة كاسي ميرو بعد خطأ يتمكن بتشجيل الهدف بواسطة سوفيان بوفل بعد تبريرات ومروغات تبعو بيلان خنوس لسوفيان بوفل اللي يتمكن من وضع الكرة في شباك الحارس ويفرتون هدف اللي عطاء الأنجال بنا عبران نوزا هدف فورسة لمعدة المنتخب الوطني المغربي تربع الكرة داخل المنتخب الجنة فورسة فورسة نوسيل نوسيل مزراوي كانت تبرير داخل المنتخب الجنة تربع الكرة فورسة فرحه بهدف تاني في شباك منتخب سيني صاو عبد حميد الصابيري يضع الكورا في شباك فرحة كبيرة بحضور كل أجيال تحضر لمتابعة هذا الملحمة أمام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل أفريقيا والعرب تابعوا المحاولة منتازة تمريرة والعرضية داخل منطقة الجزاء تطلع الكورا للعب عبد حميد الصابيري بعد تمرير من يحي عضي طلع تسديدة قوية تعانق الشباك الحارس ويفردون والمنتخب الوطني المغربي يتمكن المبارا بفوز مستحق للمتخب الوطني المغربي أمام المتخب البرازيلي بهدفين لهدف واحد هدفين صوفي البوفل وعب حميد الصابيري خلال الجولة التانية في الوقت كاسي بيرو سجل الهدف الوحيد للمتخب المرأسيلي فرحة كبيرة لعناصر الوطنية والجماهير المغربية فهذا انتصار للتاريخ أمام منتخب كبير تحقيق هذا النجم كاسي بيرو ترجمة نانسي قنقر